الشعب المصري 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 يعني الصادرات بنجد وده اللي قدامنا برضو وده شيء مهم ان الجزء الاكبر من صادراتنا هذا العام بنسبة 71.5% هو للصادرات الغير بترولية وليه بقول ده انه شيء مهم لان الصادرات غير بترولية هي اللي بتشمل كل قطاعات الصناعة ودي كان برضو احد توجيهات فخامة رئيسة الحكومة المصرية بتشجيع تعميق وتوطين الصناعة ويعني الحد من الواردات والاعتماد بصورة يعني متدرجة على الصناعات المحلية فكون ان النهاردة الصادرات الغير بترولية بتبقى 71.5% والصادرات البترولية فقط 28.5% ده انجاز كبير لان السنة اللي انا كنت بتكلم عليها اللي هي كانت تعتبر اعلى سنة قبل كده اللي هي 20.10.20.11 اللي هي كانت 36.5 مليار دولار كانت نسبة الحقيقة الصادرات البترولية فيها يعني تتجاوز الخمسة وتلاتين في المية فبالتالي النهاردة احنا بنقول لأ في حتى في تركيبة الصادرات بتاعتنا الحقيقة النهاردة ده شيء محمود وشيء جايج جدا ان الصادرات غير البترولية اللي هي في الاساس القطاعات الصناعية الانتاجية هي دي للنهاردة بقت تتجاوز الواحد وسبعين في المية والحقيقة ده يمكن جهد كبير جدا قامت بيد دولة المصرية من خلال العديد من المبادرات الحقيقة يمكن احنا اخذنا بالرغم وده يعني نرجع كده ونستوقف احنا عملنا كل الكلام ده في اطار ظروف استثنائية في اطار ظروف جائحة موجودة على مستوى العالم شفنا انكماش للاقتصاديات على العالم كله والنهاردة مش فقط انكماش في اقتصاديات ويمكن غلق لصناعات كثيرة على مستوى العالم احنا مصر كانت واخدة من البداية منهج آخر متوازن شجعنا القطاعات الصناعية والقطاعات التصدير علشان تحقق مش فقط انها تبقى ولكن كمان تحقق طفرة وتحصل تقدم ويمكن كانت من اهم المبادرات اللي قامت بيها الحكومة المصرية موضوع المساندة التصديرية من خلال ان احنا الحقيقة يعني اسرعنا الخطة بصورة كبيرة جدا في برنامج دعم الصادرات وصرف مبالغ كانت الحقيقة متأخرات يمكن بتعود لعام 2012 بقالها فعلا كانت حوالي 8 سنوات متأخرة وكان بيعاني الحقيقة كل المصدرين من تأخر هذه المبالغ الحقيقة خصصنا مبالغ بحجم كبير جدا تجاوز ال 31 مليار وسددنا جزء من هذه المبالغ بالفعل او كل هذه المبالغ تم تخصصها فعلا وسددها للمصدرين والمصنعين وده اللي مكنهم الحقيقة الحمد لله من تحقيق التفارات الكبيرة اللي حصلت في هذا العام ايضا كان في اطار تبسيط اجراءات المنظومة الجمارك والتسهيل حركة التجارة الدولية ودي يمكن كانت مشكلة كبيرة جدا بتواجه التجارة البينية في مصر سواء الدخول الواردات او خروج الصادرات ويمكن الحقيقة بدأناها بمنظومة متكملة من خلال منصة نافذة اللي كان فيهدافها فكرة الشباك الواحد وايضا طبعا خطونا خطوة هامة جدا يمكن سبقنا بها عدد من الدول المتقدمة وهو ما يطلق عليه يطلق عليه نظام التسجيل المسبق للشحنات ويعني ايه الكلام ده وده طبقناه بالفعل بشكل إلزامي من شهر أكتوبر الماضي معناها ببساطة شديدة كان بيحصل ايه قبل كده كان بتبقى الشحنات اللي اي حد عايز بيستورد شحنة يبدأ ياخد إجراءاته برا البلد وييجي بيها وبعد ما توصل هنا يبدأ إجراءات زي ما بنقول الاستخراج والإفراج عن هذه الشحنات والكلام ده كان بيستغرق وقت طويل جدا جدا وإجراءات بيروقراتية بل أحيانا كان بيتم رفض الشحنة وبنقع في مأزق اللي كان استوردها طب بيقول أنا خلاص أنا منيش دعو بيها ومش عايزها ونفضل عندنا تراكمات هائلة فالحقيقة هذا النظام ببساطة شديدة هو نظام رقمي ومميكا إن من قبل ما الشحنة تخرج من البلد المنشأ من بره بيتم تسجيلها على الكمبيوتر وتتبعت هنا عشان نبقى احنا على علم كامل بالشحنات اللي تيجي ودي أنا عايز أتوقف عند هذا الموضوع إن هدف هذا الموضوع في الأساس غير إن هو تبسيط وتسهيل الإجراءات إن احنا نعمل حوكمة بمنتهى الأمانة على جودة المنتجات اللي بتيجي مصر وبتدخل مصر لإن احنا عندنا كانت مشكلة وطبعا برضو مازالت موجودة إن يعني عدد غير قليل من المنتجات اللي بتدخل إلى مصر ممكن نقول إنها ليست بالجودة المطلوبة اللي المفروض إنها تحقق بجد يعني تبقى على مستوى المواطن المصري وحاجة تبقى بمستوى جيد لإن ببساطة شديدة لما بتدخل سلعة رديئة حتى لو هي بتتبعها رخيصة أنا آسف أقول بعد شهرين ثلاثة أربعة بتبوز وبيضطر المواطن يشتري واحدة تانية وبالتالي من المهم جدا إن احنا نضمن كدولة وده حق المواطن علينا إن يبقى فيه جودة للمنتج اللي داخل علشان نضمن نضمن إن ده فعلا يحقق إن يبقى المبلغ اللي بيدفعه المواطن المصري لهذه المنتجات يبقى فعلا يعني بيحتفظ بقيمته وعشان كده يمكن إحنا كنا حطينا لما بدأنا تطبيق هذا الموضوع في أكتوبر عشرين واحد وعشرين قلنا إن إحنا مصاحب ليه وبالتزامن معاه حيطم تطبيق كل المعايير الفنية لكل المنتجات اللي بتدخل لمصر اللي بتتوافق مع المعايير اللي وضحها منظمة التعالي التعاون الاقتصادي والتنمية أو اللي بيطلق عليها الأو إي سي دي وأيضا المعايير يعني الدول المتقدمة وعلى رأسها معايير الاتحاد الأوروبي ولكن الحقيقة طبعا علشان ما نعملش نوع من يعني اللخبطة في السوق إحنا قلنا حنبدأ هذا الموضوع بطريقة استرشادية على أن يتم يعني التطبيق الإلزامي لهذه المعايير الخاصة بالجودة من شهر مارس القادم وعشان كده يمكن إحنا النهاردة تركنا من فترة من أكتوبر لغاية هو بداية فبراير كفترة تجربية والمعايير دي بتطبق بطريقة يعني غير إلزامية أو طريقة استرشادية ولكن إحنا يمكن خدنا قرارنا جوه مجلس الوزراء إنه لازم اعتبارا زي ما قلت لحضراتكم من بداية مارس حيبقى التطبيق إلزامي وبناء على هذا الكلام إحنا قررنا إنه حيبقى هناك مجموعة جديدة من إجراءات الاستيراد وده حيتم الحقيقة يعني البدء في تطبيقها بالتنصيق مع البنك المركزي علشان هدفها في الآخر هو حوكمة وضمام جودة المنتجات اللي بتدخل إلى جمهورية مصر العربية وحنبدأ نطبق أيضا معايير مهمة جدا تدريجيا معايير بتتوافق مع البيئة والتنمية المستدامة إحنا النهاردة مصر الحقيقة يعني باستضافتها لقمة المناخ اللي حتبقى في شهر نوفمبر القادم إن شاء الله إحنا مطالبين كدولة إن إحنا نبدأ تطبيق معايير الخضراء والمعايير الاستدامة البيئية وده للعالم كله الحقيقة ابتدى يتحرك إليه يعني اتحاد الأوروبي وعدد كبير من الدول بدأت تعلن إن اعتبارا من بداية عشرين تلاتة وعشرين إن أي سلع هتدخل في هذه الدول إذا ما كانتش هذه السلع تتوافق مع المعايير البيئية يئم حيتم منع دخولها أو حيتم فرض رسوم عالية جدا عليها عشان يجبروا إن المنتجات اللي تدخل تبقى متوافقة بقيا مصر ليست متأخرة عن هذه الدول وإحنا الحقيقة يعني شايفين إن إحنا ده الوقت المناسب وبالذات في ظروف استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ إن ده يبقى يعني ظرف مناسب ووقت مناسب جدا إن إحنا نبدأ أيضا منتواكب مع كل دول العالم المتقدم في تطبيق مثل هذه النظم وشغلين على هذا الموضوع الحقيقة وحنبدأ فعلا زي ما قلت لحضراتكم التطبيق هذا الموضوع بصورة كبيرة جدا أيضا الحقيقة كان من الموضوعات المهمة اللي سهمت الحقيقة في زيادة الصادرات هو موضوع توجيه فخامة الرئيس بتعزيز الصادرات لأفريقيا وإن إحنا طبعا يعني يبقى عندنا استراتيجية واضحة ومحددة لتنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا والحقيقة يمكن يعني إحنا بنعقد اجتماعات بصورة متواصلة مع مجالس التصدير اللي موجودة اللي بتمثل القطاع الخاص المصري اللي بيصدر لكل دول العالم عشان نشوف معاهم كل الحوافز اللي من شأنها إنها تزيد من تواجد مصر في أفريقيا وتشجيع تبادل التجاري ما بيننا وما بين دول أفريقيا في إطار اتفاقية التجارة الحرة اللي وقعنا عليها مع كل دول أفريقيا فالحقيقة هناك العديد من الإجراءات اللي الدولة المصرية النهاردة بتتحرك فيها بقوة لتحقيق فعلا إن شاء الله الحلم في أقرب وقت تعدي إن صادراتنا إن شاء الله تتجاوز المية مليار دولار وده يعني برضو بنعتبرها خطوة لأن مصر الحقيقة بقوتها وبإمكانياتها تستحق إن الأرقام دي تبقى أعلى من كده بكتير وإن شاء الله إحنا كدولة بنشتغل على هذا الموضوع مع كل المؤسسات الأخرى عشان نحقق هذا الحلم بإذن الله اسمحوا لي يمكن أترك المجال لزميلي معالي وزير المالية عشان برضو يعني الحقيقة يتكلم على بعض المؤشرات الاقتصادية المهمة وأيضا بعض الحوافز الإضافية اللي احنا الحقيقة توفقنا عليها لتشجيع الصناعة المصرية تفضل معالي وزير شكرا جزينا داوتر الرئيس ويمكن نقطتين النقطة الأولى هي متعلقة بالأداء المالي عن الستة أشهر الماضية وتوقعاتنا للأداء المالي في هذا العام المالي بالإضافة إلى مؤشرات المتعلقة بالموازنة العامة للعام المالي 22-23 الحمد لله احنا العام المالي الحالي بعد انتهاء النصف الأول منه احنا الحمد لله يعني استجبنا لكل النفقات المطلوبة استثمارات صحة تعليم أجور معاشات وقدرنا الحمد لله نحقق نمو في إراداتنا في الإرادات الدربية بـ 15 و 7 من 10 وفي الإرادات بصفة عامة بأكثر من 10 ونص وأيضا على جانب المصرفات الحمد لله يعني فيه انضباط دم مالي التام وتوقعاتنا للعام المالي هننتهي بنتائج حتى أفضل من المستهدف سواء بالنسبة للدين انخفاض في معدل الدين يكون تحت 90% إن شاء الله مقارنة بـ 1.9 و 6 من 10 العام المالي الماضي وأيضا العجز انخفاض وأفضل من حتى المستهدف في قانون ربط الموازنة اللي هو 6 و 7 من 10 وتحقيق إن شاء الله الفائد الأولي المستهدف أيضا بنتطلع لموازنة للعام المالي 22-23 تلبية طموحات والأهداف الاستراتيجية للدولة تحسين مستوى المعيشة الاستمرار في خفض الدين إلى ناتج المحل الإجمالي وأيضا خفض العجز الموازنة وتحقيق فائد أولي مع أيضا الاستمرار في دعم الصناعة ودعم الصادرات والاستمرار في إحداث معدلات نمو تخلق مئات الألاف من فرص العمل الجديدة للشباب القادمين لسوق العمل الحمد لله إحنا الأسبوع دوت شهدنا خبرين يعني جيدين للاقتصاد المصري أول خبر كان دخول مصر مرة أخرى إلى مؤشر جيبي مورغان المؤشر للسندات الحكومية وده رجوع للوضع اللي كانت عليه مصر قبل 2011 مصر كانت إحدى دولتين في قرى الأفريقية وفي منطية الشرق الأوسط بالكامل بعد 2011 نزل الظروف اللي مارت بها مصر خرجت مصر من هذا المؤشر النهاردة بعودة مصر مرة أخرى وبتصويت أكتر من 90% من المستثمرين حوالي العالم بعودة مصر فده يدينا أفضلية لأنه بيزيد من الاستثمارات الدخلة لمصر وشهدنا فعلا بعد دخول مصر لهذا المؤشر أنه هناك استثمارات بدأت تعود مرة أخرى خاصة في الاستثمار في سندات الحكومة المصرية بالجنيه المصري هذا الخبر كان إيجابي الخبر الآخر هو ويمكن قبل ما سيب الخبر ده أيضا دخول مصر للمؤشر بتاع الحوكمة والبيئة والنتيجة لأن مصر أصدرت سندات خضراء كدولة وحيدة في القرى الأفريقية والشرق الأوسط لتثبت للعالم أنها ملتزمة بأن مشروعاتها تكون متوافقة مع التغيرات المناخية ومع تخفيض الانبعاثات وإدرت على هذا أنها تصدر سندات خضراء في الأسواق الدولية مرتبطة بتلك هذه المشروعات الخبر الآخر أنه نشوفنا بالأمس أصدرت مؤسسة مودز تقرير عن أداء الاقتصاد المصري وبتؤكد فيه على كل ما أصدرته قبل كده من تثبيت تصنيف الاتماني المصر وبتؤكد فيه على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري وبتؤكد على أن الحكومة المصرية استطاعت أنها بسياساتها المتوازنة أنها تنتص التقلبات الشديدة اللي بيمر بيها العالم في موجات تضخم عالية وتكلف التمويل والتراف في سلسلة الإمداد لكن السياسات اللي بتتبع الحكومة المصرية المتوازنة وده ما أكده البنك الدولي برفع توقعاته لمعدلات النمو الاقتصاد المصري من 4.5 إلى 5.5 وأيضا صندوق النقد الدولي لرفع توقعاته لمعدلات النمو الاقتصاد المصري هذا العام أيضا من 5.2 إلى 5.6 إلى 10% على العكس يمكن صندوق النقد الدولي توقع أن الاقتصاد العالمي كله هينخفض من توقعاته كانت 4.9 إلى 4.4 لكنه عمل توقعات أعلى الاقتصاد المصري وقال الاقتصاد المصري هيكون الوحيد ما بين اقتصاديات المستوردة للطاقة اللي بينمو بهذه القوة وبهذه الإيجابية ده بيأكده النهاردة التقرير اللي صدر بالأمس من مؤسسة مودس الشيء الآخر أنه يعني فيه تواصلنا مع قطاع الصناعة وإحنا يعني سياسة الحكومة دعم كامل لقطاع الصناعة والتصدير أهداف استراتيجية للدولة يعني كان هناك مطالبات استمرار منظومة دعم الصدرات خاصة في ضوء أنه البرنامج الحالي اللي هو بنسدد كل المبالغ وخصم مع خصم يعني سداد معجل ب15% طالب المجتمع الصناعي أنه هو يستمر هذا البرنامج وبقوة وإحنا يعني تم العرض على مجلس الوزراء النهاردة مع تخفيض حتى المبلغ اللي هو عشان السداد المعجل من 15% إلى 8% وإحنا هنكون يعني حارسين كل الحرص على أنه هذا البرنامج يستمر بقوة لأنه بيوفر سيولة وبيساعد من تنافسية المنتج المصري اللي بيخرج للأسواق الدولية وده بالنسبة لنا هدف استراتيجي لدعم الصادرات المصرية ووصولها لمبادرة سيد الرئيس بال100 مليار دولار الأمر الآخر كان متعلق بضريبة الضريبة العقارية لقطاع الصناعة تم العرض على مجلس الوزراء النهاردة ووفق مجلس الوزراء على أنه التحرك بسرعة في أنه إحنا بالنسبة للضريبة العقارية لقطاع الصناعة يتم تقديم مقترح بأن هذه الضريبة ترفع عن قطاعات الصناعة لفترات زمانية خلال الفترة القادمة عدة سنوات حتى يستطيع قطاع الصناعة تخفيض التكاليف والأعباء التي يتحملها أيضاً إن شاء الله بإذن الله مع اكتمال الميكانة الكاملة للمنظومة الضريبية والمنظومة الجمركية هذا العام إن شاء الله سيشهد حل كافة الأمور المتعلقة بالمنازعات الضريبية والجمركية وإن شاء الله بإذن الله سنتقدم لمجلس الوزراء الموقر باقتراح أنه نفتح مرة أخرى تسوية المنازعات الضريبية المتركمة بحيث إن شاء الله مع بدء الميكانة الكاملة للنظام الضريبي المصري في 1-7 القادم نتخلص من كل المنازعات الضريبية وكل الملفات المتأخرة شكراً جزيلاً دولة الرئيس شكراً دولة الرئيس أنا لو تسمحوا لي أنا أحب أن أنا أنوه عن الإجراءات أو المنظومة اللي احنا بنشغل عليها للارتقاء بجودة المنتجات بشكل عام في السوق المصري إحنا بتكلم إن إحنا بتدينا نشتغل في ضوء زيادة معدلات الصادرات وإحنا عايزين إن إحنا نصل لمستهدفات بمعدل نمو متزايد وإن إحنا بإذن الله إن شاء الله حطين خطة مع المجالس التصديرية هذا العام إن إحنا نصل لمعدلات نمو ممكن لا تقل عن 20% عن ما تم تحقيقه ده شيء متحفز ولكن أنا يعني بنتمنى إن شاء الله إن إحنا نصل لمعدلات تصدير عالية لكن على الجانب الآخر هناك مراجعة شاملة لمنظومة المواصفات القياسية خاصة المنتجات الواردة لنا وفي نفس الوقت إن إحنا الالتزام بالمعايير الدولية والمواصفات القياسية سواء للوارد أو للمصدر كل ده أولا بغرض إن إحنا نضمن جودة المنتجات اللي بتخش عندنا في سوق المحلي وعلى الجانب الآخر إن إحنا نساعد في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية إحنا على الجانب الآخر بنشجع الصناعة المصرية إن هي تلتزم بأحدث المواصفات القياسية للإنتاج بهدف التصدير بما يساعد في تنفسية المنتجات المصرية في الأسواق بالإضافة لإحنا خلال هذه الفترة واتجاهنا للطاقة النظيفة والاستخدام المنتجات الخضراء إن إحنا نبتدي نشتغل بتقديم دعم فني من خلال وزارة تجارة والصناعة من خلال مركز تحديد صناعة من خلال مراكز تكنولوجية إن إحنا نبتدي نقدم الدعم لكل المنتجات عندنا وكل أصحاب المصانع بحيث إن إحنا نرتقي بمنظومة الإنتاج معاهم بما يتناسب مع المعايير الدولية التي تفتح ليهم أسواق أكثر وفي نفس الوقت نحنا نضمن احتفظنا بنفس الأسواق على الجانب الآخر إحنا نحطين سياسات تستهدف دولة الرئيس وضح إن إحنا هنبقى لنا بعض الاشتراطات وخاصة أن في الاستيراد كل ده لهدف إن إحنا نحافظ على جودة المنتجات التي بتدخل للسوق المصري ومدى ارتقائها ومدى بتبقتها للمواصفات برضه عشان نقدر نصل إنه يتناسب مع المنتجات المناسبة للمواطن المصري بشكل عام بشكل عام إحنا خلال هذه الفترة تم اتخاذ بعض الإجراءات وكان مؤخرا منذ شهر إن إحنا كنا أصدرنا قرار وزاري خاص بشأن اشتراط عدد من المعايير الواجب توفرها في المرقبات كان الأساس منها وإحنا بنصدر هذا القرار هو الأمن والسلامة لمستخدمي هذه السيارات وكلها شروط منطقية جدا كانت عبارة عن اشتراط الحد الأدنى من توافر الإيرباج الموجود في العربية إنه يكون في مراقب السيانة معتمدة إنه يكون كمان على الجانب الآخر متوفر قدر من قطع الغيار اللازمة لهذه السيارات أنا أديد ده على سبيل المثال إنه ده ممكن يكون قرار أو إجراء من ضمن الإجراءات اللي احنا ممكن نتخذها في هذه الفترة كل الغرض منها الأساس إنه ضمان جودة السلع المستوردة الواردة لين شكرا شكرا معالي الوزير شكرا معالي الوزير ويمكن اسمحولي اختتم الكلمة النهاردة إنه احنا بنؤكد من خلال هذا العرض يعني توجه الحكومة القوي جدا والداعم الكامل لتعميق الصناعة المحلية وتعميق الصناعة وقدرات المصنعين في مصر وانفتحنا الكامل على وترحبنا لمزيد من الاستثمارات الخراجية في كل قطعات الصناعات المختلفة اللي النهاردة بتخدم الاقتصاد المصري مصر اقتصادها كبير جدا وعدد سكانها الحية النهاردة فوق المئة مليون وبالتالي هي سوء واعد وسوء كبير وسوء جاذب للاستثمار الحية احنا شاهدنا في الفترة اللي فاتت بالتأكيد طفرات في قطاعات اخرى ولكن كان دائما الكلام من الخبراء والمعلقين إن قطاع الصناعة ما زال لم يخطب نفس السرعة لكل القطاعات الاخرى ولكن خلينا ناخد بالنا إن قطاع الصناعة دائما بيستلزم وقت زمني معين عشان يقدر إنه هو يبني المصانع بتاعته أو ينشئ الصناعات ويبدأ خطوات الانتاج وده بيبقى خطوة دايما بتاخد وقت يمكن أطول من عدد من قطاعات الاخرى ولكن في نفس الوقت أعتقد كل الخطوات الإجرائية والقواعد والقوانين اللي وضعتها الحكومة المصرية بتوجيه من فخامة الرئيس النهاردة لدعم هذا القطاع ابتدينا نشوف ثمارها النهاردة كبداية في عام 21 وإن شاء الله زي ما قلنا لحضراتكم احنا باجتماعاتنا المستمرة وحنتفضل مستمرة مع كل قطاعات الصناعة الموجودة في مصر ومجالس التصدير كل هدفنا وشغلنا لشاغل كحكومة كيف ندفع هذا القطاع لتحقيق طفرة كبيرة احنا مش هنكتفي فقط بمعدلات نمو اعتيادية ولكن هنبقى مستهدفين طفرات كبيرة في هذا القطاع لأن هذا القطاع طبعا من قطاعات المهمة جدا اللي بتحقق الأمن القومي في تأمين احتياجاتنا كاقتصاد وكدولة كبيرة وفي نفس الوقت بتحقق لنا اعتمدنا والذاتي على مقومتنا وعلى قدراتنا الانتاجية بإذن الله أنا بشكر حضراتكم في النهاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته